بهذه الطريقة نحن اللي حطين الغالي والنفيس بثوب الإيمان والصلاح يظهر مرة جديدة ابن خال رأس النظام جالسا على الأرض محشورا في زوية ضيقة أمام كومة من الحطب تشير بشكل أو بآخر إلى جو مهيئ لحريق قد يأتي عليه وعلى أعدائه يتكلم بكلام ظاهره الرحمة وباطنه الوعيد مستجديا سيده الأسد بالرفق به وبأملاكه التي ورثها من قوت يوم السوريين مخلوف يشير في تسجيله المصور إلى ضغوطات كبيرة يتعرض لها مؤكدا أنه يمر بأيام وصفها بالصعبة بعد تعرضه لمعاملة غير إنسانية ستنتج عنها كارثة بحسب تعبيره الضغوطات التي ذكرها مخلوف تمثلت باعتقال الأجهزة الأمنية التابعة للنظام الأسد موظفي الشركات التي يملكها مذكرا بدعمه لهذه السلطات الأمنية والعسكرية أيضا عندما كانت تمارس قمعها وقتلها للسوريين لعله يحرك مشاعر سيده الذي وقف إلى جانبه في قتل السوريين وكان له بارز الدور في تثبيت ملكه خلال سنوات الثورة السورية تسجيل مخلوف جاء بعد يوم من إعلان وزارة الاتصالات في حكومة الأسد وفي ردها على شريط مصور سابق له أن المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركات الخلوية هي مبالغ مستحقة للدولة وفقا لوثائق واضحة وموجودة وأنها ماضية في تحصيل الضرائب المستحقة على الشركات الخلوية خلال مدة أقصاها الخامسة من أيار الشهر الجاري ولن يثنيها عن ذلك أي محاولات تشويش في إشارة إلى خطاب مخلوف بحق الله نحن معطرد أكيد إذن ظهور متكرر لمخلوف وتضيق من حكومة النظام وصلت إلى اعتقال مسؤولين في شركته تثير كثيرا من الأسئلة حول مصير الرجل وهل يلقى خطابه آذانا مصغية من رأس النظام أم أن خفايا خطابه التي تحمل في طياتها شيئا من الوعيد تستند إلى وجود قوة يستند إليها في هذه الأيام العصيبة أجهزة الأمنية تأتي على شركات رأي مخلوف